لو فاكرين اتجابها المربعة كنا اتكلمنا عليها قبل كده لو انت شخص سيلز شغال يعني في المبيعات اه ودخل عليك شخص عند جبهيته مربعة اللي هي بالممزر دوت الشخص دوت لو تفتكروا في الفيديوهات اللي قبل كده لما كنتش شفت الفيديوهات اللي قبل كده استغزينك ان انت تعمل فولو لو فاكرين الشخص بتاعجابها المربعة ان احنا اتكلمنا عنه ان هو شخص بيحب التغيير والشخص دوت دخل عندك لازم تتأكد تماما ان الشخص دوت انت هتعرف تبيعه بس هي الفكرة ان انت بتشوف ايه المنتج اللي عندك هو ماسكه في ايده او موجود معاه بس موديل قديم في الحالة دي انت فرصتك ان انت تبتدي تتكلم معاه انت الم خليك مثلا موبايلات عشان ما تقولش عليكم مثلا انت الم خليك ماسك الموبايل القديم ده انت ما شفتش الموبايل اللي نزل بعده بقي شاكله عامل ا زي ده موبايل مواصفاته كذا وكذا وكذا الشخص دوت انا متأكد تماما بنسبة 90% انه هيشتري الحاجة دي طبعا قيص على ده في كل حاجة انا بدي الموبايل كمسال حتى جراب بتاع الموبايل لو لقيته داخل بموبايل عليك حديث وده ورد جدا لانه هو شخص بيحب التغيير قوله الجراب اللي انت ماسكه ده جراب قديم فيه جرابات جديدة دلوقتي احدى سم مميزاتها واحد اثنين ثلاثة الشخص ده من الاشخاص السهل قوي ان انت اتبع لها لو عايز تتعرف ا ايه هي مواصفات الشخص اللي عنده جابها المربعة اعملي فولو هتلاقي الفيديوهات بتاعتي كلها بتكلم على صفات الشخصية كلها السلام عليكم